إن من أحد أهدافي في هذه اللقاءات منذ أن بدأت البث معكم من شهر شعبان أو من نهاية رجب إلى الآن ونحن والحمد لله مستمرون ونسأل الله أن لا يقطعنا من أهم أهدافي أن أنقل إليكم التذوق وأن أرتقي بنفسي أنا أولا وبإخواني الذين يتابعونني أن نرتقي بما يسمى حاسة التذوق حاسة التذوق نعمة من الله عز وجل والله لا تساويها كنوز الدنيا من يتذوق ويفهم عن الله ويتذوق أوامر الله ويتذوق الأذكار ويتذوق الدعاء ويتذوق المعاني سيعيش في لذة لا تساويها الدنيا لا تساويها أبدا 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 وهذا المعنى الذي أركز عليه لعلكم لاحظتموه ولعلكم أدركتم ما سر الذي جذبكم الآن إلى مثل هذا اللقاء هناك أسرار منها هو أننا نتدرب شيئا فشيئا على أن نكون من أهل الذوق من أهل الذوق يا سلام بسوى الذوق ما له إفساء فإذا ارتقت حاسة الذوق عندك وأصبحت تتذوق تذوقا عالي المستوى عند ذلك تقرأ القرآن فتنهمر عيونك تقرأ القرآن فيترفرف روحك تقرأ القرآن فيخفق قلبك الأقفال تكون قد انفتحت أم على قلوب أقفالها هذه ذهبت إن شاء الله فتصبح إذا رأيت أي أمر من أوامر الله عز وجل تدرك من ورائه عظمة الله تدرك من ورائه رحمة الله بك وبهذه الأمة إذن نموا لديكم حاسة التذوق شيئا فشيئا زيدوها زيدوها وزيادتها تكون بكثرة التأمل بالقرآن الكريم وكثرة التعمق وقراءة ما بين السطور هذه رسالة من الله عز وجل جاءتنا هذه الرسالة لابد أن نقرأ ما بين سطورها ما بين سطورها إذا قرأنا ما بين سطورها وفهمناها عند ذلك سيفعل القرآن فعله فينا